اكتب المصالح العلمي ساحتيها انا قلتلك كتابة المصالح العلمي معناها اكتب التعريف قلتلك معناها المقصود وبالتالي كان اول سؤال بيقولك هو بمثابة موافقة الشركة على شراء منتجات من احد الموردين وكانت الاجابة قلتلكم امر الشر وقلتلكم خد بالك وانت بتشتري راعي كذا حاجة وانت بتشتري راعي الموقع الجغرافي للمورد راعي المركز المالي لازم يبقى قوي للمورد راعي ان المورد يبقى له شهرة في السوق راعي ان الرجل ده اسعاره تبقى مخفضة راعي ان الاقتمان بتاعه يبقى مريح راعي دايما الجودة بتاعته تبقى عالية ده اللي احنا وقفنا له المرة اللي فاتت وانكمل السؤال التاني بيقول هو المساومة بين طرفين للوصول الى اتفاق في شغل التجارة طالما فيه ضغط ولقيت مساومة اعرف ان هو بيتكلم على طول على التفاوض بيتكلم مباشرة على التفاوض ليه لان التفاوض معناه ان انا عندي طرفين كل طرف منهم عايز يطلع ان هو فائز فالعميل عايز يطلع باكبر الارباح بالنسبة له وهو انه ياخد السلعة باقل الاسعار وبقى احسن شروط اللي اتمنت اما بالنسبة للبايع عايز يبيع السلعة ولو طال بضون خاص هيبحها عشان كده بديت اشرحلك شط مهارات على فكرة مش لعبرة ان انت مجرد ان انت تيجاوب السؤال يبقى احنا كده ما نجحناش احنا عايزين نزرع جواك المهارة يبقى كل سؤال احنا بناخده نكتسب منه مهارة تفيدني في سوق العمل كاتبلك التفاوض يا طرح ايه هي القواعد بتاع التفاوض اللي لازم رجل البايع يرعيها واحد قبل ما تعمل التفاوض لازم تبقى انت عندك خلفية خلفية عن ايه عن النقاط اللي انت هتتفاوض عليها تب ايه هي النقاط اللي انها هتفاوض عليها واحد وده الاساسي وده الاهم وده اللي هو محور الارتكاس السعر والخصم لان انت ماشي في طريق والعميل ماشي في طريق انت عايز تبيع باعلى اعلى الاسعار وهو عايز باقل اقل الاسعار الخصم انت عايز ما تديش خصم تماما في حين ان العميل لو قدر ياخد السلع عليها خمسين في المية خصم هياخد يبقى اذا اول نقطة تبقى واخد بالك قبل ما تقعد تتفاوض مع العميل تكتسبها مع مرور الوقت هتتعلمها تعرف ان العميل هيكلمك على السعر وعلى الخصم ادي اول نقطة النقطة التانية شروط الاقتمن والسادات هسادت بعد قد ايه برضو فيها اختلاف ايو فيها اختلاف بينك وبن من بينك وبن العميل اذا كان علي عايز ااخد ثمن السلعة كلها مقدة في حين ان العميل عايز سدة ثمن البضاعة آجل ومش آجله بس ده آجل كمان ومريح يبقى اذا انت تتمنى شيء والعمل يتمنى شيء كده اتكلمنا على ثلاث حاجات لازم تبقى عارفهم قبل ما تقعد على تربصة التفاوض ما ينفعش تتفاوض مع واحد وانت اصلا 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 مش عارف هتتفاوض على ايه يبقى واحد لازم تبقى انت عارف ان انت هتتفاوض على السعر وانت عارف ان هو عايز ينزل وانت عايز تعلي تاني حاجة هتتكلمه على الخصومات هتتكلمه على شروط السادات هتتكلمه على الجودة ونسبة التالف ليه لان كل ما نسبة التالف في السلعة زاد كل ما السلعة تمنها هيقل والعكس كل ما الجودة زادت كل ما سعرها زاد فبالتالي هيبقى من ضمن حوارات التفاوض او في مائدة التفاوض الكلام هيبقى على الجودة والتالف يبقى انت عندك اربع حاجات خمسة اعرفهم من دلوقتي ذكرهم من دلوقتي من ذكرهم يعني ذكرهم نظري لا عايزك تتضرب عليهم تتضرب عليهم اعملوا في الفاصل ان في واحد هيشتري من واحد وظهرولي مهاراتكم واحد جاي يشتري فديكها يقوله السلعة بمية انت اللي هو المشتري يقوله لا بخمسين يفضل يطلع وينزل دا يطلع ودا ينزل لحد ما يصلوا لسعر مقبول طب بعد كده ابدأ اشوف عملية الخاص وابدأ اعمله الساددات في الحالة دي هتبص تلقاك وانت لسه في المدرسة في المدرسة بدت تتعلم خطوة خطوة بحيث لما تنزل سوق العمل يبقى انت مش خام خالص يبقى انت عندك ارضية يبقى هي دي المهارة يبقى اذا مش مجرد ان انا احفظ كده واقوله ان انا هتفاوض على السعر وهتفاوض على الجودة لا دا انا عايزك تلمسها تحاول حتى وانت مروح تجيب سلعة جرب كده نفسك مع البيعين وابدأ اتحرك ابدأ اتكلم هتقوله انا هتكسف مش اقدر لا دا انت هتبقى بياع هتبقى تاجر ما ينفعش في التاجر ان هو عنده خجل انا ما بقولكش عندك خجل معناه ان انت مش عندك حياة لا انا بقولك ان انت تعرف تتكلم تعرف تلاغي لسانك بيقوله كده لسانه حلو انا عايزك تتعلمها يبقى اذا اول حاجة في شروط التفاوض وانت بتتفاوض اتعلم السعر اتعلم الخصم اتعلم الاقتمان اتعلم الجودة اتعلم الكلام على التالف اده اول نقطة تابتاني نقطة لازم حضرتك بيبقى عندك حاجة اسمها المدى السعري ايه المدى السعري دايما العميل اعرف مية في المية مش هيشتري في الغالب من السعر الاول عشان كده اذرت دايما في السقف فوق بس يخد بلك من حاجة الكلام ده مش مع كل العملة الكلام ده يمشي مع عميل مرتاح عنده رفاهية ما تفرقش معاه لكن واحد تعبان فقير غلبان رعي انا لسه ايين لك في بداية الحلقة ليته كان كله ليته كان جديدا ليته كان طويلة خد الاجر فيه سعده على قد ما تقدر لكن انا بتكلم على المدى السعري مع واحد انت شايفه مستريح مش احنا خدنا من اهم صفات رجل البيع الناجح الزكاء ما هو ده نوع من انواع الزكاء ان انت تعرف تتكلم وتاخد الخطوة دي مع مين انت نفسك ساعتاجي رجل فقير هتبص وانت بتكلمه في الغالب هتلقى لو سمع السعر غال هتلقى ميل كده الرسالة المفروض واصلتك بدون اي كلام فالناس زي دي ما تتعبهمش في موضوع البيع يبقى اذا السعر المثالي او السعر اللي انا عايزك تحط له المدى السعري للناس العاديين الناس المرتحين تمام وبالتالي قد بالك زي ما انا قلتلك في سعر السلعة من تسعين لمية وعشرين انت عارف لحد تسعين انت كسبان بس ابدأ بعام مية وعشرين لقد ديك هاول ما هيبدأ هيبدأ لك بكم بسبعين انت هتنزل وهو هيطلع انت هتنزل وهو هيطلع لحد انتو ما تصلوا الاخر للسعر التسعين اللي هو اللي انت عايزه شوف انا كاتب لك ايه ياريت تاخد بلك مني واظهر للعميل ان انت مهزوب نزل دمعتين والله والله انا شوف انا سيبك البيعة دي ورغم مني يلا عشان الصباح هباس اظهر لان انت لو اظهرت للعميل انك منتصر نار هتاكل للعميل ومش هيشتيري هياجي في اخر بحضة ويفاركش الصادقة لا بياله ان انت يعني جيت على نفسك وان انت يعني مش جايبة همها بس معلاش يمكن عربون تعارف يمكن تجيب حد من اهلك يمكن بجر رجلة يبقى اياك ان انت تظهر ان انت منتصر اظهر له ان انت منهزف ايه لي بعد كده من ضمن قبل اياك ثم اياك ان انت تتفاوض مع السلعة اذا بيتت سعرها يزيد انت كده كده سعر السلعة الوحدي كل يوم والتاني في الطالع هتتفاوض على ايه ده انا باتفاوض على السلح يكون حال السوء في حالة ركود في حالة كسات العملية نايمة دي اللي انا ابدأ اتفاوض فيها لكن انت شايف ان حال السوء شغال وفي حالة رفاهية والناس عمالها هتشتري هتشتري يبقى انت في الحالة دي ما تتفاوض لان سعر السلعة هيبقى في العالي يبقى الحال دلوقتي خدنا كذا قاعدة كلمة مش قاعدة خدنا كذا مهارة يبقى المهارة الاولى واحد اتعلم معلومات عن السعر والخصومات والاقتمان والجودة والتالي اتنين اتعلم دايما تحط للسلعة تحتك مدى سعري بس اخد بالك لازم تبقى عارف التكلفة الفعلية كاب ماينفحش ان انت مهزوم ربع حاجة حضرتك اياك تتفاوض وسوء السلعة في الارتفاع الحاجة اللي بعد كده طيب افترض ان جد امور بينه وبين العميل وانا مش قادر اخد فيها قرار لو انا مشات العميل الادارة هتقول لي انت مشي له ولو بحتله الادارة هتقول لي انت بحتله بخصارة في الحالة دي اعمل ايه تتعبتني يا مستر والله تتعبتني ابيع ولا مبيعش انت مش عارف امش معك ازاي سهلة 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 الحاجة اللي انت تحتر فيها السأدن العميل دقيقة وجال على الادارة العلي خد منهم القرار يبقى بحسن قالك بيع يبقى هم اللي قالوا قالك لا يبقى هم اللي قالوا ما تجيبش لنفسك غلط يبقى تعلم دايما ان انت ما تجيبش عند نفسك اخطاء طالما لها طريق للحال يبقى لا تتخذ قرارات سريعة دايما دايما ترجع للادارة العليا في حالة الامور المستجدة اللي انت حضرتك لسه مش عارفها بعد كده لا تظهر الضعف حتى لا يستغل لها العميل الكلام دايما 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 العميل كأن معاه جهاز حساسي بيحس من الكلام معاك ان انت عايز تبيع ولا لا وعايز از لقضي ما يقدر وفيه السلعة اللي هو السوق العادي بيتت لبكرة ما فيش مشكلة زي الملابس والحاجات دي كل وفيه بيع غناوة بيع غناوة ان انت يعني تبعث تبعث ما تبعث كده كده هراء دا بس انا مش عايز اك لف دي ولا بدي ولا بدي انا عايز ابننا اللي بيبيع السلعة بسعرها المربح العادي الربح العادي ما تظهرش الضعف معاك في دي ولكن بيحها بالسعر العادي ما تظهرش حكاية الغناوة فيش حاجة اسمها غناوة مش غناوة انت حضرتك طالما فتحت انت فتحت عشان تاكل عيش يبقى ما فيش حاجة ان انت تتقبر على العمل لان بيحصل كتير 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 جدا ان انت تخش المحل وتلاقي ان رجل البيع بيعملك بجفاء صعب تحس ان يعني ان انت لما تقوم من مكانه كأنك يعني اقومته من وسط الصلاة اللي بيصليها يا راجل يا راجل انت فاتح عشان تاكل عيش قوم بكل حاجة يطلبها العميل انت فاتح عشان كتير انت كبير في السن مسن مريض مفيش مشكلة معك عزرك جيب شاب صغير يقدر يلبي طلبات العملاء ملكش حاجة يبقى معناك كده ما تظهرش انطراخ ضعفك عن ناس النقطة اللي بعد كده انت بقى اللي تضغط مع مين مع الناس اللي هم صدقوا ان لقيوا السلع عندك بالسنة برضو لسه بقولك اضغط ولكن دايما دايما شعرنا الرحمة شعرنا دايما الرحمة شعرنا دايما الرحمة انت مش اتغير يا مستد لا مش اغير لان ربنا يرحمنا ويرحمكم ارحموا الناس ربنا هي ارحمنا رعى ظروف الناس ربنا يا رعى ظروفنا ما هو المشكلة ان انت بتمص دم واحد ربنا هيجيب واحد يمص دمك لا اهدى اتعلم صفات رجل البيع الناجح اللي بيخص ربنا سبحانه وتعالى سبح في البيع وسبح في الشرع اخر وحدة يا طارى العميل اللي جاي عندك ده طيوري ولا دايم يعني ايه طيوري ويعني ايه دايم انت بيجيب كلام غريب او يا مستر تم علشي طيوري اللي هو جاي لك بره واحدة ومش هيجي دائم اللي هو متكرر الشراء بيكرر الصفقات معاك ده اكيد علاقته غير ده اللي مقرر معاك الشراء حتى لو طمع في مرة ان انت تنزال له سعر سلعة ما ما فيش ملكلة انوصل حتى ان انت تدهاله تقريبا بالتكلفة ادهاله ما فيه اصناف تانية حضرتك كذبان فيها هبوسة الآن يجي لك مرة واثنين وثلاثة وهيشجع الناس ان هما يشتروا اذا اتكلمنا احنا على التفاوض السؤال التالت هي مستند يتم ارساله من البائع الى المشتري بيحدد التزامات على المشتري بالدفع طابعا 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 هي الفطورة ما هي الفطورة عبارة عن امر كتابي بيكتبه المشتري ان عليه مبلغ معيد واجب السادات والفطورة لها مكونات لها اسم البائع واسم المشتري والمبلغ والاصناف والكميات وشروط التسليم سواء محل البائع ومحل المشتري والفطورة مهمة لكل من الاطراف واحد مهمة للمشتري ليه لانه هيسجلها عنده في دفاتره عشان يبقى عارف الفلوس بتاعته راحت فيه مهمة للمشتري هتخفض له بيها الضرائب مهمة للمشتري ان هو لو لقي فيها عيب هيرجحها لك وهمهمة لك انت برضو انا يا باية ايوة في ايه ان انت احيانا ممكن تبع له سلح سريعة التلف فمش من حقه ان هو يرجحها ان انت بتديله فيها مواصفات معينة وبالتالي اذا غير هو المواصفات دي وبوزها يبقى مش من حقه يرجحها يبقى اذا الفاتورة مستند مهم لكل من المشتري والبايع من اللي قال الكلام ده القانون حماية المساهل 181 المادة 181 هي اللي قالت قانون الرقم 181 هي اللي قالت ارجع للمادة 18 و21 و25 و26 هتلاقي القانون كله في صف البايع والمشتري هي ما بتجيش حتى على حتى مش عشان هي وفقة جنب المستهل اسم حماية المساهل كي بقى حامية المساهل بس ما هي برضو حامية البايع من المساهل عشان ما فيش حتى يتلكك على البايع ويرجع له اصناف بعد ما المشتري نفسه هو اللي ما جوتش فيها اللي بعديها لازم في موضوع اكتب المصالح العلم في النقطة رقم اربعة هو التخفيط في الاسعار لو جال حد كده وسكت اللي جابة كده واضح حد كلمة خفض في السعر معناها خصام لك اذا هو بيتكلم كده على الخصم طب نقر كده التعريف هو التخفيط في الاسعار الذي يقدمه البايع ويتم حسابه دايما كنسبة مقاوية من تم البضاع تعال نشرح الحتة دي مع بعض واخد بالك معاك الخصم اولا انواع وفي خصم يظهر بالدفاتر وخصم لا يظهر بالدفاتر وخصم بيشجع الشراء وخصم بيشجع السادات وحدة وحدة كده بالراحة عشان فطر الخصم انواع في خصم تجاري وفي خصم نقدي وفي خصم كمية كده كم نوح تلات تجاري نقدي كمية الخصم التجاري وهو يمنح للعملاء تشجيع الشراء يعني انا رحت اجيب تلفزيون لاتم عاملين خصم 10% كده كده بعشر تلاف يبقى عشر تلاف في عشر في المية بقالف يبقى انا هدفع تساح تلاف بس يعني هدفع الصافي عشان كده الخصم التجاري لا يظهر بالدفاتر انا بدفع اللي موجود فقط اللي هو بعد الخصم يبقى ده خصم تجاري بيشجع العميل على الشراء طب الخصم التاني اللي هو الخصم النقدي ايه الخصم النقدي ده ان انا بمنحك خصم وليكن 10% او 5% او ايا كان اذا سددت خلال مدة معينة اذا ما سددتش خلال مدة معينة يبقى ملكش حق في الخصم طب ايش معنى المدة المعينة لان انا اكيد هاخد منك الفلوس دي رغم ان هي قلت هعمل بها مصلحة تانية تكسبني اكتر طب انت ما سددتش ما كده المصلحة رحت مني يبقى ده خصم على ايه يبقى القصم النقدي هو خصم ممنح لسرعة السداد عشان كده لو سألت الجماعة المحاسبين تقولهم الخصم النقدي اسمه ايه يقولك اسم خصم تعجيل الدفع تعجيل يعني حركك بسرعة عجل يا ود عشان تلحق بالخصم ويسمى للمشتري باسم ويسمى للبائع باسم ويسجل في الدفاتر يسجل للمشتري باسم خصم مختسب لان انت لما هتدفع كأنك سبت الجزء اللي توفر طب بالنسبة للبائع يسمى خصم مسموح به يبقى ناخد بالي مبنده ومبنده ببن الخصم النقدي والخصم التجاري يبقى لما يجي في الامتحان يقولي وهو خصم لا يسجل في الدفاتر اقول له وقص كده انت بتتكلم على الخصم التجاري لما يقولي خصم ليه تشجيع على سرعة السادات اذا يبقى هو بيتكلم على الخصم النقدي امال الخصم الكمية ده بقى ده بيعملوه الجماعة بتاعة تجار الجملة عشان جماعة بتاعة تجار التجزاء يشتروا اكتر يعني يقوله ان خط لحد خمسين شقارة هتاخد خصم كذا خط من خمسين لسبعين يبقى ده شرايا من سبعين لمية شرايا يبقى معنى كده حضرتك كل ما تزيد في الكميات كل ما نسبة الخصم الممنوح لك هتزيد وطبعا كل من نسبالك كأن وف كأنه 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 بالنسبالك مكتسب الحاجة الخامسة في المصطلح العلمي هي تظهر المعاد والمكان الذي يتم تسليم وقف يا ف отп أنت مكملت الشيء الرائز هي الإجابة واضحة طالما قال التسليم أعرف أنه هو بيتكلم على شروط التسليم الله يعني اللي فاتت أول ما لاقى كلمة خصم بقى بيتكلم على خصم أول ما لاقى تسليم إذن بيتكلم هنا على شروط التسليم وشروط التسليم عندي نوعي فيه شروط التسليم محل بايع وفيه شروط التسليم محل البائع معنى ان البائع هيسلمك عنده في المحل في المتجر في المنشأة في المؤسسة بتاعته طيب والنقل في الحالة دي يتحملها المشتري يبقى المشتري هياخذ البضاعة من الدكانة من المحل من المتجر من المنشأة بتاع البائع يبقى هيدفع مصريف النقل يتحملها المشتري بتاعدي فيه حاجة كمان وهو ماشي حاجة قصرت البيع ملوش دعوة حاجة تلفت ملوش دعوة طيب وساعة تاجرت احسب ان البضاعة دي بتاع رغم ان هي لازالت في الطريق ده ما دخلتش في المحل بس بقت على زمتك طيب قملة تسليم محل المشتري معنى ان البائع هو المسؤول مسؤولية كاملة ان يوصل لك البضاعة لحد باب العميد ولو حصل تلف المشتري ملوش دعوة بيها يبقى هو البائع هيتحمل حكتين هيتحمل تمن النقل فيها ويتحمل لو حصل فيها تلف عشان كده البائع ناصر بيعمل ايه بيروح مدود لك تمن السلعة بالنقل بس يقولك شكليا احنا هنودها لك لحد البيت انت تقول الله ده كفايا انهم هيجباري لحد البيت يبقى اذا لما يقولي في السؤال وهي تظهر الميعات والمكان الذي يتم تسليم فيه البضاعة اعرف ان هو بيتكلم على شروط التسليم كده احنا خلصنا الجزء التاني اللي هو بيتكلم على المصطلح العلمي يبقى الجزء اللي خدناه في الحلقة اللي فاتت كان بيتكلم على توصيل ما بين المجموعة الف وما يناسبها في المجموعة بال السؤال الحلقة بتاع النهاردة كان هدفها الاساسي ان احنا نتكلم على المصطلح العلمي كان نفس العملية تطول تطول عشان ناخد افكار كتير وشوح كتير لكن بسرعة وقت الحلقة انتهت اشكركم كل سنوان طيبين كان معاكم من تلفزيون المصري شعبان عد التواف والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته